انه بتهيألي يعني انه كل الاهلوية والزمالكوية مستنين مع كامل التقدير والاحترام طبعا لطلاع الجيش والاتحاد السكندري بس يعني الاهلوية والزمالكوية عايزين يشوفوا فوق مطش اهلي وزمالك تاني يعني اغلب الظن ان شاء الله انه لو الزمالك عدى والاهلي عدى المطش اللي جاي ده مطش تكسير عظام الزمالكوية طبعا عايزين يردوا اعتبار وعايزين ياخدوا بطولة ردا على جرح بطولة دوري ابطال افريقيا جرحهم كان كبير هم كانوا دخلين المطش الحقيقي عندهم ظن كبير جدا انه البطولة مش هتطلع عن نتيج زمالك فعشان كده على قد التوقعات ما كانت علي على قد ما الوجع كان قوي فبالتالي عندهم رغبة انه هم يخلصوا طرهم من الاهلي في كاس مصر نفس الحكاية الاهلوية عايزين اهلا وسهلا بالزمالك ليلة امرة كمان يعني ما فيش مانعه في اسبوعين ناخد الزمالك مطشين وناخد منه بطولتين طموح مشروع لكل فريق من الفرقتين خلينا اسمع رأي كابتن فتحي بس قبل ما نروح لمطش فاينال الكاس واللقاء المتوقع او المرتقب بنسبة كبيرة اهلي وزمالك عندنا مطش اتحاد بكر زي مطش دوري القطال طلعنا او نقلنا من منطقة كنا مزنقين فيها في اصابات وغيابات وضغط مباريات وقايمة غالبا بطبع نقصة في الدفاع او في الهجوم النهاردة الاهلي خد نفسه النهاردة كنا منتكلم على قايمة الاولية دخل معنا المعارين دخل معنا السفقات الجديدة يعني بكرة احتمال نشوف طاهر ممكن نشوف بنون ممكن نشوف ناصر ممكن نشوف اكرم توفيق فبالتالي فيه الى حد الماء اريحية شوية دم نديد ومعات معنويات في السماء واخد دوري عام واخد بطولة افريقيا فدخل روحك المعنوية في احسن حالتها رأيك ايه في مواجهة بكرة ورؤيتك يعني فكر مسماني في ادارة لقاء الاهلي والاتحاد من اصعب المبارات اللي تقابل اي مدرب او تقابل اي فريق ان فريق يكون بطل وبعده حصوله على البطولة بيلعب اول مبارات اللي هي مبارات الاتحاد بتشوفها مباراتش صعب صعب جدا 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 انا بقولها دلوقتي وان شاء الله مش معنى كده ان انا بقول ان الاهلي مش هيكسب او هيكسب او كده لا ان شاء الله بازن الله يكون الاهلي عند حصن ظنه جماهيره اقدرته بس ليه صعبا من وجهة نظر صعبا من وجهة نظر انت بعد ما بتكسب اي بطولة وخصوص لما تكون بطولة كبيرة اوي بتبقى وصلت لقمة الهرام طب بفوق مفروض ان انا حافظ على القمة دي لمدة اسبعين تلاتة لان فيهم بطولتين تلاتة او بطولتين على الاقل فدي صعوبة بتقابل اي مدرب ان ازاي حافظ عليهم المعنويات العالية استغلها في الاعداد النفسي الاعداد النفسي مش المهار ولا الخطط في الفترة دي مسما لي مش هيقدر يغير من مهارة لعب ولا هيقدر يزود من لياقة لعب بس هيرجع لي هيرجع لي وليد هيرجع لي ديانجة هيدخل لي ناصر انا انا اصدي مش هيغير اللياقة والمهارة تمام لكن يقدر يغير في الدوافع النفسية يقدر يتعامل معها لان الدوافع النفسية سهل تفقتها ومن الصعب تكسبها لكن تقدر تكسبها في وقت قليل يعني مش عايزة وقت لكن اصلاح مهارات واصلاح لياقة بيحتاج وقت اذا في الوقت القصير ده هو التعامل النفسي وده اصعب تعامل مع النفس البشرية انك بتعامل مع لاعب وازاي تعده وازاي تشده من الفرح اللي هو فيه ده وتخليه لحالة التركيز مرة تانية لحالة ان انا بركز تاني وارجع تاني من الاول وابدأ ان انا داخل بطولة تانية مش نهائي ده البطولة دي لسه في الاول يعني نادي الاتحاد نادي احترم نادي فيه اتنين مدربين متميزين يعني لهم هستوري برضو في الدور المصري كل ده بيدي صعوبة للمباراة ازاي الاملم اللعيبة وهي فرحانة ليه لانك انت اللعب لما بيفرح اي واحد بلاش اللعب اي بنا ادم فينا اما انت بتفرح على طول المخ بيتوقف عن العمل ولو المخ توقف على العمل هتنسى واجباتك الخططية ايه ترجمة نانسي قنقر